برلمانيا أيضا ناقشت لجنة شؤون التعليمية في مجلس الأمة اليوم تعديل قانون 28 لسنة 2011 لمعالجة تداخل المسميات لمعلمي وزارتي التربية والأوقاف بينما لجنة الميزانيات والحساب الختمي ناقشت في اجتماعها ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة وحسابها الختمي تفاصيل أكثر مشاهدين في سياق التقرير التالي اجتمعت اليوم في مجلس الأمة لجنتين برلمانيتين حيث بحثت ما هو مدرج على جدول الأعمال من تقارير منجزة وملفات ومقترحات نيابية لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية ناقشت تعديل قانون 28 لسنة 2011 لمعالجة تداخل المسميات بالنسبة لمعلمي وزارة الأوقاف ووزارة التربية وكذلك مناقشت قانون بشأن تعديل المساعدات الاجتماعية للطلب الدارسين على نفقتهم الخاصة وفي لجنة الميزانيات والحساب الختمي البرلمانية بحثت في ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة وحسابها الختمي انتهى اجتماع اللجنة التعليمية اللي كان مخصص لمناقشة موضوعين هامة الموضوع الأول اللي هو صندوق دعم الطالب واللي استضافت فيه اللجنة وكيل وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى وزارة المالية وبالتالي انتهى الاجتماع على أن يتم تزويد وزارة المالية بعدد الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وعلى أن تعقد اللجنة اجتماع آخر حول هذا الموضوع أضف إلى ذلك كان هناك موضوع أحام ويخدم شريحة كبيرة من المعلمين اللي هم في وزارة التربية وكذلك وزارة الأوقاف فهذا القانون أو تعديل القانون 28 على 2011 يخص بدلات المعلمين اللي في وزارة التربية وكذلك وزارة الأوقاف تفهمت الوزارة هذا الطلب وبالتالي إن شاء الله راح يكون هناك اجتماع لاحق لاستكمال المناقشة هذا الموضوع بحضور وزارة التربية ووزارة الأوقاف هذا وسوف تستكمل غدا الأثنين ستة لجان البرلمانية اجتماعاتها العادية لمناقشة ما هو مدرج على جدول الأعمال نواف الشراكي تلفزيون دولة الكويت